بسم الله الرحمن الرحيم وأنت تجعل الحزن العسير إذا شئت سهلا رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك وهيئ لنا ولإخوتنا في الإيمان من أمورنا فرجا ومخرجا ورشدا يا الله يا كريم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعل لنا من لدنك سلطان النصير اهدنا لأحسن الأخلاق والأقوال والأفعال لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت يا أرحم الغاحمين لازلنا مع كتاب بداية الهداية وتحدثنا في البداية أنه ينبغي للراغب في طريق الآخرة وينبغي لمن أراد سلوك طريق الآخرة والتقرب إلى الله عز وجل أن يعتني بالفرائض وبعد ذلك أن يتبع هذه الفرائض بترك المحرمات بد يكون ترك محرمات وفرض فرائض الاعتناء بالفرائض والإتيام بالفرائض كاملة غير ناقصة ثم بعد ذلك فليزد من النوافل على تلك الفرائض وهذه وصفة لمن أراد طريق الآخرة وذلك قال له النبي عليه الصلاة والسلام لسيدنا أبي ذر قال له يا أبا ذر استكثر من الزاد كتر من الزاد فإن السفر طويل وتزودوا فإن خير الزاد تقوى سفر طويل آهن من قلة الزاد وبعض السفر أطول الأمل فالزاد قليل كيف تصل والسفر طويل في مراحل بعد هذه الحياة الدنيا بدنا شيء بلغنا يبلغنا رضوان الله سبحانه وتعالى السفر طويل والزاد قليل فكيف النجاة كيف النجاة أخواننا نحن في عنا الإيمان بالله سبحانه وتعالى عقائد الإيمان عقيدة الإيمان حقائق الإيمان هذه الحقائق من إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره هذه الحقائق الإسلام إجا حصنها شوف التحصينات الربانية لحقائق الإيمان واتطلع اليوم انظر إلى أي إنسان عنده شكوك أو في إيمانه رقة أو ضعف تجد الحصون عنده مخلخ له تجد الحصون طعته بالأساس يا ما في حصون يا حصون مخلخلة فعقائق الإيمان إجا الإسلام حصنها بأول حصن أركان الإسلام الشهادتين الصلاة الصيام الزكاة والحج هذا حصن سياج مسيج هذه الأركان إجا سياجتين فوق منها سياج الفرائض سياج الفرائض شوف رضي الله عز وجل علينا كل الفرائض هي سياج لحماية أركان الإسلام وبعد أركان الإسلام بعد أركان الإسلام الفرائض بعد الفرائض تأتي السنن السنن أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة صلاته فإذا نقصت انظروا هل لعبدي من تطوع فيستكمل ما نقص به من صلاته يعني من خشوع ومن تدبر فمن هذه الأمور فالسنن تجيب تحمي الفرائض والذي يتمسك بالسنة صعب يترك الفرد تصور هعمل سياج على الفرائض مسيجة وبعد السنن فيه سياج بعد فيه سياج فوق السنن اسمه الأداب الأدب هو أن حدا يسكرنا الشبابيك لأن الأصوات برا يعني الله يهديهم فبعد السنن يجي سياج الأدب والإسلام كله أدب فمن زاد عليك في الأدب زاد عليك في الدين إسلام كله أداب ونحن بحاجة إلى يعني إلى قليل من الأدب أحوج مننا إلى كثير من العلم وذلك تجد علمائنا الأول يعني كانوا يحرصون على موضوع الأدب كان الشخص الأمير كان يرسل ابنه لشيخ يؤدب ابنه ليؤدبوا يعلموا الأدب يعلمه الأدب فسبحان الله الأدب قال الأدب من كيف المأدبة بيجتمع الناس عليها وكذلك الأدب الأخلاق هذا يجمع الأخلاق الأدب يجمع معاني الأخلاق فإذا جمعت الأخلاق وجمعت الأدب أحبك الناس من دون مال من دون شيء لأخلاقك لأخلاقك ولذلك شوف كم سياج صار عنه الإيمان عقائد الإيمان مسيجة بأركان الإسلام مسيجة بالفرائض مسيجة بالسنن مسيجة بالأداب أي إنسان اليوم عنده تشكك أو عقيدته هيك فيها ضعف أو إيمانه فيه رقة فأنظر هذه السياجات موجودة أو ما موجودة مخلقلة أم غير أم شو وضعها مثل الآن إجا هيك زلزال فيه بنائه بنائه إلى قواعد إلى أساسات أقول لك الله معظم البناء بتركيا مطرح ما حصل الزلزال البناء يعني نسأل الله العافية أبنية مبنية من أريبه ما صمدت أماز من زلزال طيب اللي بيجي بس بده يسمع خطبة الجمعة وبده يسقط فرض وربما ما أتى إلى خطبة جمعة وربما ما جاء ليتعلم دينه أقول لك أنا مسلم أوعد زيد عليها أوعد زايد علي بدينها ما حدا يزايد علينا في الدين وإحنا منصلي ومنصوم أي طب فهمني شو أركان الصلاة شو فرائض الصلاة شو سنن الصلاة كم يعني شو معنى الفاتحة شو معنى التشهود شو معنى التحيات المباركات ما معنى الصلاة الإبراهيمية شو معنى دعاء القنوط حدثنا عن ذلك ما بيفهم شي من ذلك أقول لك ما تزيد علي بالدين أوعد زايد علينا في الدين تيجي بده بعد ذلك بده ييجي يقول لك بده ييجي تحدث عن موضوع ألا لا لا هل الحجاب فرض أم غير فرض هل الخمر حلال أم حرام بده يجي يشكك الناس في دينها وإن جاء عالم يريد أن يرد ويبين شرع الله سبحانه وتعالى يقول لك أوعها أنا مسلم مثلي مثلك شو مسلم مثلي مثله كيف كيف هالكلام هذا ففي ناس تنطلي عليها هذه الأمور فإذن الإمام الغزالي اليوم سيبدأ معنا برنامج هيبلش معنا بالبرنامج أنت أردت سلوك طريق الآخرة بدك التقرب إلى الله طيب سنبدأ برنامجنا مثل ما المدرسة بتفوت بقول لك في صف أول وصف تاني وتالت ورابع في مرحلة ابتدائية ومتوسطة وثانوية وجامعة كذلك حيتدرج معنا العلماء وبتلاقي أنت بتفوت على الأول يوم بالمدرسة بتفوت بتلاقي أنحطن لك بالبرنامج حصة أولى وتانية وتالت ست حصص شو بدك تعمل بالحصة الأولى والثانية وهيدي فيها فرصة وهيدي مادة الرياضيات وهيدي العلوم فبحطوا لك برنامج تمشي عليه الذي وضع لك البرنامج سهل عليك أم صعب سهل عليك سهل وكذلك علمائنا رضي الله عنهم ورحمهم الله وجزاهم الله عننا وعن المسلمين خيرا وضعوا لنا برنامجا إن أردنا أن نسلك طريق الآخرة كيف نسير عليه وإذلك حيبلش طب الحصة الأولى من وان يا سيدنا الإمام الغزالي أم من لحظة الاستيقاظ بل قبل الاستيقاظ قبل الاستيقاظ من النوم يقول الإمام الغزالي رحمه الله ونفعنا بعلومه في الدارين أداب الاستيقاظ من النوم أداب بعد أن نحكي عن الأداب الأداب فأمه والدته للسيدنا إمام مالك ابن أناس قال كانت بتلبسه وتعتني فيه وتعمم وتحطله العمامة هو صغير تقول له اذهب إلى مجلس ربيعة ربيعة الرأي بالمدينة المنورة فاذهب إلى مجلسه فشو فتعلم من أدبه قبل علمه تعلم من أدبه قبل علمه الأدب أداب الاستيقاظ من النوم شو بقول لك فإذا استيقظت من النوم فاجتهد أن تستيقظ قبل طلوع الفجر مايش عند الفجر ولا عند الشروق ولا عند الغرب بيبلش اليوم دوام من السبعة ونص ثمانة وهذا فنحن بتقويمنا متى يبدأ النهار بطلوع الفجر من طلوع الفجر بقول لك الإمام الغزالي إذا استيقظت من النوم أداب الاستيقاظ من النوم يا جماعة نحن يومياً مثل ما قلنا اليوم بخطبة الجمعة قلنا الليل والنهار سبحان الله اليوم هو ظرف الأيام هي ظروف أنت شو عم تعمل بهذا اليوم عم بتحط تضع بهذا الظرف وهذه الأيام ظروف تحوي أعمالنا وتحوي أقوالنا خلال اليوم وحتى يأتي يوم إن شاء الله تفتح هذه الظروف كلها أحصاه الله ونسوه فاليوم ينقسم إلى ليل ونهار ف واحد ماشي على سبق ماشي بسبق نحن بسبق الآن إنما أنت أيام ابن آدم إنما أنت أيام كلما مضى منك يوم مضى شو مضى بعضك راح أصم منك يعني بروح اليوم بروح جزء من منك طيب نحن ماشيين بسبق هذا السبق عاملين نحن فيه مثل هيك بيمرق أول شيء منركب على جواد أسود نرجع من ريح ننزل على نركب على جواد أبيض الليل والنهار ف سبحان الله يزولك الإمام الحسن البصري رحمه الله إنه عندك مطيتين الليل والنهار مطية الليل تسلمك إلى شو مطية النهار مطية فرس فرس ومطية النهار تسلمك إلى مطية شو مطية الليل بس حييجي يوم حتركب على مطية النهار ويكون هيدا آخر ركوب ما في بعدها ليل ما حتركب بعدها شو مطية ليل وربما يأتي ليل لن تستيقص بعده وربما يأتي نهار لن تنام بعده يكون آخر يوم إلك آخر نهار إلك ولذلك لما أنت هذا الأمر عم بتشوف تقلب الليل والنهار وتقلب الليل والنهار آية آية طيب أنه أنت يمضي من عمرك وأيضاً بدك تعتبر أن الموت أن النوم هو أخ الموت وأن الموت الصغير هو النوم قال ليش قال لأن الله سبحانه وتعالى يقول الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تموت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى فالنوم أخ الموت النوم في حركة شيء ما في حركة كل سكون بالنوم هل تكسب وأنت نائم شيئاً يفيدك لآخرتك شيئاً يعني يرضي الله عز وجل عنك إلا إذا نمتها بنية التقوى على طاعة الله ساعة نومك بينقلب لعباده وينقلب إلى طاعة فإذا بالنوم ما في حركة توقفت الحركة والمية تشوف يتحرك وما يتحرك ما يتحرك ما يتحرك ولذلك النوم هو أخ الموت ولذلك يقول لك النبي عليه الصلاة والسلام لتموتن كما تنامون فهذا انتبه كل يوم قبل ما تنام تذكر هذه الحقيقة وذلك النوم والاستيقاظ بذكرنا بحقائق الإيمان يربطنا بحقائق الإيمان تذكر هذه الحقيقة تذكر حقيقة الموت وتذكر حقيقة البعث بعد الموت ولتبعثن كما شو كما تستيقظون ولتبعثن كما تستيقظون لتموتن كما تنامون ولتبعثن كما تستيقظون مثل ما تفئ من نومك ستبعث يوم القيامة من قبرك ستبعث من قبرك وذلك هذا النوم بذكر هذه الحقيقة كل يوم أن نتذكر أننا ذكرى لهذه الحقيقة عند النوم وعند الاستيقاظ من النوم نتذكر هذه الحقيقة ونتذكر أن الله سبحانه وتعالى هو الذي أنامنا وهو الذي أحيانا فبعد هذا النوم طيب وبتتذكر أن الله سبحانه وتعالى هو الذي حفظك في نومك قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن من يحفظك بنومك في نومك الله سبحانه وتعالى ومن يحفظك في نهارك الله سبحانه وتعالى ولذلك تذكر هذه الحقائق كلها وتذكر أن تكون مربوطا بالله متعلقا بالله سبحانه وتعالى في كل تقلباتك بكل تقلبات حياتك بدء يكون في إلقصلة بالله سبحانه وتعالى حال النوم وحال الاستيقاظ من النوم في كل أحوالك ولذلك سبحان الله أول الناس يغلب عليها بيغلب عليها أكثر شيء هي متعلقة فيه وتفكر فيه يغلب عليها حال تقلبها من حال إلى حال يعني واحد يعني نام على أمر بفيء عليه نام على أساسه بكرة الطيارة بفيء مباشرة وان الشنات وان الشنات نام بنام على أساسه الرزق والصفقة التجارية والعمل فيستيقظ على هذا الهم فإن أنت نمت على ذكر لله استيقظت على ذكر لله هذا يكون همك وهذا يكون شغلك الشاغل فإذا النوم يذكرنا بالموت والاستيقاظ من النوم يذكرنا بالبعث بعد الموت والليل والنهار تقلب الليل والنهار يذكرنا بأعمارنا التي تنقص ولذلك ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ومناد ينادي ابن آدم أنا خلق جديد وعلى عملك شهيد فاغتنمني فإني إذا مضيت لا أعود أنا إذا مضيت لا أعود إلى يوم القيامة لا أعود إلى يوم القيامة طيب قال فإذا استيقظت من النوم فاجتهد أن تستيقظ قبل طلوع الفجر قال ليش قبل طلوع الفجر حتى تشهد الخير في هذا الوقت وقت السحر السدس الأخير من الليل أولا هو فيه دعوة مستجابة هل من داع فأستجيب له هل من سائل فيعطى هل من مستغفر فيغفر له فحتى تشهد هذا الأمر فكذلك يتعاقبون بعدنا آيلينا الحديث بخطبة الجمعة يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ثم يصعد الذين باتوا واجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر ولذلك لما تستيقظ أنت بالليل آخر الليل قبل الفجر هذا في ملائكة مين ملائكة الليل وإن صليت الفجر في أول وقته تجتمع من ملائكة الليل وملائكة النهار فشو تستفيد من شو من وجود الملائكتين من النوعين من الملائكة تستفيد من وجودهم فيشفعون لك يعني عند الله سبحانه وتعالى قال فإذا استيقظت من النوم فاجتهد أن تستيقظ قبل طلوع الفجر وليكن أول ما يجري على قلبك ولسانك ذكر الله تعالى تبعي شو عم بقول كل كلمة بمكانها ليكن أول ما يجري على قلبك ولسانك مع بعض مش ذكر لساني والقلب غافل ذكر لسان مع حضور قلب حال ما وحد يستيقظ كن قلبه موجود كن قلبه حاضر طب إذا نام على الزكر استيقظ على زكر وقلبه حاضر مع الزكر لأنه قلنا مثل ما قلنا كل أحواله هو مع الله سبحانه وتعالى وليكن أول ما يجري على قلبك ولسانك ذكر الله تعالى ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كل أحواله كان موصولا بالله ويقول النبي صلى الله عليه وسلم يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم القافية شو القافية ببيت الشعر القافية وين بتكون بالآخر والقافية هون يقولوا هن الأفا الأفا وين بيضربوه على الأفا فالقافية هي مؤخرة العنق هناك الشيطان هناك هال يعقد هون بإذا المكان يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا نام كل يوم ها ثلاث عقد فيضربا كونيكا ثلاث عقد يقول عليك ليل طويل فنم نام عليك ليل طويل فنم قال فإذا استيقظ فذكر الله إن حلت عقده فإذا توضأ إن حلت عقده فإذا صلى شو صلى الفجر ولا الركعتين ركعتين على حتى كان العلماء السلف الصالح إذا بدون يصلوا قيام ليل هؤلاء الركعتين ما بيحسبون بقيام الليل هؤلاء الركعتين لفك العقد عفت شو لفك العقد السلاس فيجيبون ركعتين خفاف فإذا صلى حلت العقد حلت عقده الثلاث قال فأصبح طيبا نفسي نشيطا طيبا نفس قال لحتى هذا الشرط بده يحل كم عقدة الثلاثة يعني مش بده يجيب الزكر ما يجيب الوضوء ولا يجيب الركعتين لحتى يكون نشيط طيب النفس حتى يصبح هذا الأمر عنده شو بده يجيب ثلاث أمور الزكر حال الاستيقاظ قال بقولنا شو بقول والصلاة والوضوء والصلاة بمجموعة ثلاثة يحصل النشاط ويحصل طيب النفس وقال العلماء قالوا إنه صحة الدين صحة البدن حتى يصير في صحة بدن بده يكون في صحة الدين يعني شو قال أصبح نشيطا طيب النفس منين إجيب النشاط من الزكر والوضوء والركعتين فصحة الدين تجيب لك صحة البدن وإلا وإلا إذا ما فعل ذلك أصبح خبيثا نفسي كسلان أصبح خبيثا نفسي كسلان وذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يتعوذ من الكسل كان يتعوذ النبي عليه الصلاة والسلام من العجز ومن الكسل من الكسل هيدول حالين من من حالات المؤمن لا العجز ولا الكسل شو العجز وشو الكسل قال العجز إنسان ما بيكون عنده قدرة ربما لآفة لمرض ما بيكون عنده قدرة لضعف طب الكسل عنده قدرة ولكن ما عنده إرادة عنده القدرة بس يفقد الإرادة هذا كسلين قادر يعمل قادر يقوم قادر يشتغل ولكنه لا يعمل ما عنده الإرادة هذا كسل وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله منهما من العجز ومن الكسل ويدعو المسلمين أن يصبحوا كل يوم طيبوا النفوس شو عنده النشاط طيب النفس نشيطا طيب النفس قال وليكن أول ما يجري على قلبك ورسانك ذكر الله تعالى فماذا تقول قال فقل عند ذلك الحمد لله تبدأ يومك بالحمد لله عطول أول ما تبدأ به يومك الحمد وذكر الله وآخر ما تختم به يومك عند النوم ذكر الله عز وجل صحيفتك أولة شو فيها صحيفتك اليومية فيها ذكر وصحيفتك اليومية تختمها بشو بذكر فإذا كتبت لك الملائكة ذكرا في أولها وذكرا في آخرها عسى الله عز وجل أن يغفر لك ما بينهما بتبلش بذكر بالأول وتختم بذكر بشو بالآخر فبتقول الحمد لله تحمد الله تثني على الله بما هو له أهل والله سبحانه وتعالى يحمد على كل حال يحمد الله عز وجل الفقير يحمد الله والغني يحمد الله والمريض يحمد الله والصحيح يحمد الله كلهم يحمدون الله سبحانه وتعالى الحمد لله الحمد لله وهذه الأمة أمة الحمد هو للحمدون أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمة الحمد نسأل الله عز وجل أن يحشرنا تحت لوائه لواء شو لواء الحمد وهو محمد صلى الله عليه وسلم طيب والقرآن الكريم بدأ بشو بالحمد فتبدأ يومك بالحمد الحمد لله الذي أحيانا أحيانا يعني بالاستيقاظ أن الموت هو النوم أخو الموت فلما استيقظت أحياك مش أحياني قال أحيانا لأن هذا المعنى يسري مش بس فيه بأولادي بزوجتي بجيراني بأصدقائي بالناس من حولي فهذا المعنى ما بس يجري علي أحيانا بعدما أماتنا وإليه شو وإليه النشور عم بذكرك بالحقائق الإيمانية يذكرك أنه إليه النشور أنك ستبعث إليه بعد الموت سبحانه وتعالى فالخروج من القبر هذا النشر خروج من القبر طيب قال سبحان الله الله سبحانه وتعالى بقول لك هو الذي جعل لكم الأرض زلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه الناس كل يوم بتقوم الصباح تمشي بمناكب الأرض وبتاكل من الرزق بس نسية الحقيقة وإليه النشور سورة الملك جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه كل هذا من عمله بس هل إليه النشور ببالنا هل ببالنا أننا سنرجع إلى الله سبحانه وتعالى إنا لله وإنا إليه راجعون الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور قال لك قال العلماء بهذه الحالة انتبه فلما بدك تستيقظ من الفجر قال تستيقظ قبل الفجر مثل ما قالنا الإمام الغزالي حتى لما بده يقول المؤذن الصلاة خير من النوم فلك كون عم تشو عم تعمل عم تصدقه تقوله صدقتها وبررت طيب كذلك قال انتبه لما بدك تستيقظ من النوم يعني ما تستجيب لدعاوة النفس ووسوسة الشيطان أنه بعدك تعبان وبحاجة إلى قليل من النوم أو بعدك هيك نعسان أو فيه برد فإنهض مرة واحدة ما تستجيب لوسوستهم وكل هذا سيزول عنك البرد والتعب والنعاس كله سيزول عنك بعد ما تنحل العقد شو التلاتة بدك تحلها فبدك تحلها فمن وجد في نفسه ثقلا عند الاستيقاظ يبلش بالذكر واللي بده يفيق حدا من النوم عند الاستيقاظ من الفجر عند الفجر بده يقزه مشها يقزه بتعنيف يقزه بلطف ويذكره بالذكر يقوله قوم الصلاة خير من النوم قوم قول الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإلي النشور قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هاكن من خديهم فيقوا لأولادنا نوقظهم مش بالعصاية ولا بأنينة الماء مرة أحد الأشخاص قال لي أبوه كان بده يفيقوا على الشغل ما كان يقوم أم جاء بأنينة السبيرتو ويجاء بالقداحة فأم يا محل الماء يجب له أنينة السبيرتو والقداحة فكيف نوقظ أولادنا عند الفجر كيف توقظ سبحان الله صار فيه تطبيقات عبر الهاتف للإيقاظ على الفجر في قائمة بتحطهم انت فئت بتحط عندك فلان وفلان وفلان بدك تخلي يستيقظ على الفجر فبتاخد أجر بدل ما تصلي الفجر لحالك بتاخد أجر صلاة وحدة أو في جماعة إذا صليت في جماعة فعم تاخد أجر كم واحد أيقظتن إلى صلاة الفجر ثلاثة وأربعة ثلاثة وأربعة ولكن كيف نوقظهم بهذا اللطف واللين ما نوقظهم أبدا وإذا أبى بتروح بعد شوي بترجع بتتركه ثم تعود إليه وتوقظه بهذا اللطف واللين فليقول الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور أصبحنا وأصبح الملك لله يعني أصبحنا مملوكين لله سبحانه وتعالى أصبحنا مملوكين أصبح الملك لله سبحانه وتعالى والعظمة والسلطان لله والعزة والقدرة لله أصبحنا على فطرة الإسلام يعني دين الحق وعلى كلمة الإخلاص كلمة الشهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين حنيفا يعني مائلا عن كل الديانات إلى دين الإسلام إلى دين الحق فاللهم بك أصبحنا هذه الباء باء الاستعانها بك أصبحنا أي أصبحنا محفوظين بك يا رب أصبحنا مستعينين بك يا رب اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشورها أعطوا لعنى بذكرك عند حال الاستيقاظ بالنشور بالبعث من القبور يذكرك بهذه الحقيقة اللهم إنا نسألك أن تبعثنا في هذا اليوم إلى كل خير يعني توجهنا لكل خير ونعوذ بك أن نجترح فيه سوءا يعني أن نكتسب فيه إثما أو نجره إلى مسلم أو يجره أحد إلينا نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه في رواية خير ما بعده يعني إذا كان هذا آخر يوم في الدنيا خير ما بعده يعني خير القبر وخير شو خير البعث من القبر وخير يوم القيامة إن شاء الله أن يعني ندخل الجنة من دون سابقة حساب ولا عذاب إن شاء الله نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه ونعوذ بك من شره وشر ما فيه وشر ما بعده فهذه أداب الاستيقاظ من النوم والنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا استيقظ من النوم شاصفاه بالسواك حتى يذكر على طهارة من الفم كن في طهارة بالفم فأكيد من أداب الاستيقاظ الشباب موجودين عندنا الإنسان لما ترك مهجعه ومكان نومه أن يرتب بالمكان الذي هو فيه من من المرؤة أن الإنسان يترك مكان نومه من دون ترتيب أو يتكل على غيره في هذا الأمر أن يقوم به غيره فلذلك ينبغي هذه أمور شخصية تقوم بها بنفسك وتستقل بها بنفسك فترتب ثيابك ترتب مكان نومك ترتب هذه الأمور وتقوم بها بنفسك كان النبي عليه الصلاة والسلام كذلك كان في بيته يرى في مهنة أهله صلى الله عليه وسلم فما يستكبر أحد عن هذا الأمر يقول أنا بدي أعمل هذا وأنا بدي أعمل هذا فينبغي للإنسان أبدا أنه هو يقوم بحوائج نفسه بنفسه ما ينتظر أن يخدم أنه لا يستخدمه والجبل هاي والتعمل هاي لا أن يقوم بحوائج نفسه بنفسه نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القولة فيتبعون أحسنه